عم تتقدم ملفات رياض سلامة بالمحاكم الأوروبية وما حيتم دفنة قريبا بعكس ثمانية وتسري بيت أصدقاء سلامة والمدفعين عنه مبارح التالتة بتهجت وسائل الإعلام المدفعة تقليديا عن سلامة والمصاريف بخبر مسرب من فريق الدفاع تبعه بيقول إنه القضاء الألماني أصدر قرار بإلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحق سلامة واعتبر بعض أصدقاء سلامة السياسيين إنه هالانتصار بيثبت إنه القرارات القضائية الأوروبية كانت مجرد ضغط سياسي بلش يتم التراجع عنه بالواقع على الاحتفال منه إلا أوهام وتضليل للرأي العام لأنه ألمانيا أصدرت مذكرة التوقيف بحق سلامة لسبب واضح هو تمنع رياض عن حضور جلسات التحييق خوفا من اعتقاله بس القضاء اللبناني رجع عطي سلامة عزر للتغيب عن جلسات المحاكمة بألمانيا وقت قرر القاضي شربيل أبو سمرى يخدم سلامة خدمة العمر بإصدار قرار منعه من السفر بعد يوم واحد من صدور مذكرة التوقيف الألمانية فإذن بطل فيه مبرر لمذكرة التوقيف بس الغاقة ما بيأثر على جدية التهم ومسار التحييق بعيدا عن المهتمين بطبيط سورة سلامة محليا الملفات عم تتقدم بأوروبا فرضت هيئة الرقابة على الأسواق المالية بسويسرا مبارح عقوبات مشددة على مصر في HSBC بسبب دوره بتسهيل عمليات طبيط الأموال المشتبه باختلاسها من قبل سلامة وببداية السنة رفض القضاء بلوكسنبورج فك الحجز عن أملاك سلامة بعد ما أصدر القضاء الفرنسي حكم مماثل قبل أشهر تستند هالأحكام بشكل أساسي لشكوك بعلاقة هالأملاك بعمليات الاختلاص طبيط الأموال وبألمانيا نفسها بعد أملاك سلامة وحساباته محجوزة للسبب نفسه التحييق بألمانيا مش مفصول عن التحييقات بسويسرا وفرنسا وبريطانيا ولوكسنبورج وبلجيكا والمحاكم الأوروبية اللي عم تنسيق خطواتها من خلال وكالة أورو جاست مكملة بالتحييقات رغم تجميد الملف بالمحاكم اللبنانية